في الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار فالصفحة 392 وما بعدها الشيخ المجلسي ينقل هنا رواية عن الشيخ المفيد عن كتاب الأمالي للشيخ المفيد الشيخ المفيد بسنده ينقل عن زيد بن علي بن الحسين عن آبائه يعني عن الإمام السجاد عن سيد الشهداء قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يخطب الناس قال في خطبته والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا أنا أولى الناس بهم لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم في بعات الغدير ألست أولى منكم بأنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال فهذا علي مولاكم ووليكم فعلي أولى منكم بأنفسكم الأمير يشير إلى هذه القضية والله لقد بايع الناس أبا بكر وأنا أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي وألصقت كلكلي بالأرض الكلكل هو الصدر وألصقت كلكلي بالأرض ثم إن أبا بكر هلك واستخلف عمر وقد علم والله أني أولى الناس بهم مني بقميصي هذا فكضمت غيظي وانتظرت أمر ربي ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد وقال اقتلوا الأقل أقل واحد تكون له الأصوات وما أراد غيري لاحظوا تحليل القضية تحليل الشورى فجعلني سادس ستة كسهم الجد كسهم الجد في الميراث حينما تأخذ السدس يعني وقال اقتلوا الأقل الإمام يقول وما أراد غيري الإمام يشير إلى قضية الشورى والتي جاءت مذكورة في تأريخ الطبري هذا هو تأريخ الطبري وهذا هو الجزء الثاني من تأريخ الطبري طبعة دار صادر بتحقيق وتعليق نواف الجراح الطبعة الأولى الفين وثلاثة ميلادي الثانية الفين وخمسة ميلادي في صفحة سبعمية وخمسين سبعمية وواحد وخمسين وقال لصهيب عمر ومر هذا الكلام أعيده لعلاقته بالموضوع الذي بين يديه وقال لصهيب صلي بالناس ثلاثة أيام وأدخل علي وعثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وطلح إن قدم وأحضر عبد الله ابن عمر ولا شيء له من الأمر وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف اشدخ رأسه يعني اضربه بعامود حتى يشدخ حتى يفتح الرأس يعني اقتله فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف اشدخه بحجر بحديدة بخشبة بأي شيء وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا منهم وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكموا عبد الله ابن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله ابن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن ابن عوف وهو كان ضامن أن عبد الرحمن ابن عوف لا يصوت لعلي واقتلوا الباقين وهذه هي الشورى وهذه هي الديمقراطية الحقيقية التي يتحدثون عنها في محافلهم هذه هي الشورى هذا نفس الكلام الذي ذكره الطبري موجود أيضا في الكامل في كامل التأريخ الكامل في التأريخ لابن الأثير هذه طبعة دار الكتب العلمية حققه أبو الفداء عبد الله القاضي الطبعة الرابعة سنة 2006 1427 للهجرة وهذا هو الجزء الثاني المجلد الثاني في صفحة 461 نفس الكلام وقال لصهيب صلي بالناس ثلاثة أيام وأدخل هؤلاء الرهط بيتا الأسماء التي تقدم ذكرها وقم على رؤوسهم فإن اجتمع خمسة وأبا واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما وإن رضي ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا فحكموا عبد الله بن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقي الباقون منهم وعليون كما قال وما أراد إلا قتلي وما أراد غيري وقال اقتلوا الأقل كما قال أمير المؤمنين في الرواية التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل من الجزء التاسع والعشرين من بحار الأنوار التي نقلها عن مجالس وأمالي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه قال اقتلوا الأقل قال وما أراد غيري يريدني بالقتل فلذلك قال فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف سيكون مخالفا لعلي وإلى هذا تشير الخطبة الشقشقية التي يضعفونها ويقولون بأنها ليست صحيحة وهي مطابقة للواقع ولما في كتبهم مئة في المئة فماذا يقول في الخطبة الشقشقية يقول وما للآخر لصهره مع هن وهن ما للآخر من هو يعني عبد الرحمن بن عوف ما للصهره وهو عثمان بن عفان فعمر كان عالما بأن عبد الرحمن بن عوف سوف يكون في الجهة المخالفة لعلي صلوات الله وسلامه عليه فقال لهم فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف اقتل الباقين كما قال سيد الأوصياء قال اقتلوا الأقل وما أراد غيري هذا هو ما جاء في الكامل في التاريخ لابن الأثير هذه صورة في جهة من الجهات في جوانب من حياتي وطباعي شخصية عمر بن الخطاب ترجمة نانسي قنقر